مرحبا بكم متابعين أتمنى أن تكونوا بخير لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة لتوصل بفيديوهات جديدة ألاحظنا أن اهتمام المغاربة بالتشكيل الجديد للحكومة حيث أفادت مصادر أن أسماء الوزراء التي قدمت للدول الملكي لم يتم المصادقة عليها بعد لكن حسب ما يجول في مصادر موثوق منها أن أسماء الوزراء التي ستشكل الحكومة هي 7 وزارات لتجمع الوطني الأحرار إلى جانب رئيس الحكومة 5 وزارات لحزب الأصل والمعاصرة 4 وزارات لحزب الاستقلال و 5 مناصب لوزارات السيادة وكما أكدت المصادر أنه سيتم اختيار سيد ناصر بوريطا سيبقى في مكانه كوزيرا للخارجية كذلك مولي حفيد العالمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والسيد عبدالطيف وهبي سيكون وزيرا إن شاء الله العدل والسيد شيبة مع العينين سيكون وزيرا أخلية السيد نوردين مضيان وزير التعليم الجديد السيد محمد بن شعبون وزير الاقتصاد والمالية وأحمد توفيق وزير الأوقاف والشؤون المالية كما ذكر الآن لن يتم إن شاء الله تغيير سيد ناصر بوريطا كوزير للخارجية وكذلك السيد مولي حفيد العالمي كوزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر الرقمي وأي جديد إن شاء الله بالنسبة للوزراء الآخرين ستوصلوا به إن شاء الله في فيديو آخر كنتمنى تديروا اشتراك وإعجاب للفيديو باش توصلوا في فيديوها جديدة وبالنسبة للتشكيل النهائي أو لللائحة النهائية المصدق عليها من طرف الدول الملكي لم يظهر بعد وأي جديد ستتوصلون به إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر